السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وذكر رحمه الله علة منع الحائل من الطواف وذكر أن العلم اختلفوا على قولين في هذا منهم من علل بأن الحائل من منعها من الطواف لأن الطواف يشبه بالصلاة وقد يعلل بأنها ممنوعة من الطواف لأجل أنها ممنوعة من المسجد حال الحائل كما تمنع من الاعتكاف وعلى هذا يختلف حكم طوافها بحسب هذين التعليلين والمشألة التاشعة والخمسون تبنى على هذا كما أشار رحمه الله حيث أن من علل بمنع الحائل وأنه لأجل حرمة المسجد لا يجعل الطهارة شرطا في صحة الطواف أو لا يرى الطهارة شرطا وعلى مقتضاء هذا التعليل أنه يجوز لها الطواف عند الحاجة تقدم في كلامه رحمه الله أنه اختار هذا القول وهو رحمه الله بسطه في موابع وذكر الأدلة في هذا الباب رحمه الله والعلماء لهم مسألة كثيرة في مسألة طواف الحائل لكن في هذه الصورة في حال الضرورة اختار هو وتنبيه القيم وجماع من العلم جواز ذلك المسألة الستون ذكر حديث الطواف البيت صلاة الطواف البيت صلاة إلا أن الله حل أو باح فيه الكلام وهذا الحديث لا يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو هرر ثبوته فإنه ليس المراد أنه كالصلاة من كل وجه بل إنه يشبه الصلاة من بعض الوجه وإلا فقد اتفق العلماء على أنه يجوز في الكلام ولو أكل أو شريب في الطواف فإنه لا يؤثر على الطواف والحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الحادية هو الستون أنه في حال الاختيار للحائض فإنه لا يجوز لها أن تطوف إلا طاهرة لا يجوز لها أن تطوف إلا طاهرة وأنه لا يجوز لها الطواف في حال حائض إلا حال الضرورة على الصحيح من قوله العلماء كما تقدم اختيار شيخ الإسلام رحمه الله يعني المعنى أنه وينقيل إنه ليس بشرط لكن في حال الاختيار فإنه لا يجوز لها الطواف في حال إمكانها أن تكون طاهرة كما قال عليه الصلاة والسلام غير الله الطويت حتى تطخلي المسألة الثالثة والثانية والستون أن الطواف يشرع له ركعتان وهتان الركعتان اختلف العلماء هل هي سنة أو واجب هل هي سنة أو واجب والصحيح أنها سنة وذكر شيخ الإسلام رحمه الله ما دلت عليه الأخبار خصصا علي جابر ابن عبد الله الطويل صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في هاتين الركعتين بسورة أولياء الكافرون وسورة الإخلاص وأن هذا هو المشروع في قراءة هاتين الركعتين خلف المقام إذا تيسر ذلك المسألة الثالثة والشتون أن أطويفة الحج ثلاثة أنها ثلاثة الطواف الأول هو الطواف القدوم وهذا سنة عند جماهير العلماء الطواف الثاني هو الطواف الإفاضة وهو ركن بإجماع العلماء الطواف الثالث طواف الوداع وهو واجب عند جماهير أهل العلم فطواف الدخول أو فطواف القدوم يسمى طواف الدخول والورود فهذا يشرع لكل من قدم محرما لكن إن كان الذي قدم بإحرامه مفردا أو قارنا فهذا طواف قدوم سنة وإن كان معتمرا عمرة خالصة أو كان معتمرا عمرة متمتعا بها الحج فإنه يكون طواف ركن للعمرة وهذا الطواف كما تقدم ركن في الحج بقوله سبحانه ثم ليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفاثاهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق المسألة الرابعة والستون السعي لا يكون إلا بعد طواف لا يكون إلا بعد طواف ويقول الشيخ وهذا أيضا ظاهر من الأخبار وأنه إذا شع عقيب واحد منها يعني من هذه الأطويفة أجزاءه أجزاءه فإذا خرج للسعي خرج نبي الصفا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبل جبلي مكة فذكر رحمه الله ما يشرع له فالمقصود أن أنه يشرع أن يكون السعي بعد طواف السنة أن يكون سعيه بعد طواف القدوم الأول في حق المفرد والقارئ يطوف للقدوم ثم يسعى ويكون السعي هذا سعي حج في حق المفرد والقارئ أما المتمتع فعليه عند جماهير سعيان سعي للعمرة وسعي بعد ذلك للحج المسألة الخامسة والستون تقدمت الصلاة المشروعة لكل طواف سواء كان هذا الطواف طواف ركن أو طواف واجبا أو طواف مستحبا في نسك أو كان الطواف طوافة طوع لم يكن في نسك فإنه يشرع ركعتان وهتان الركعتان لا تشرعان للسعي هذا قول عامة أهل العلم أنه لا يشرع للسعي ركعتان بعده بل القول بذلك لو قيل إنه من البدع لكان قولا قويا وإذا طاف الإنسان وسعى كل من طاف وسعى يشرع له أن يتحلل فإن كان معتميرا هذا ظاهر لأنه يحصل التحلل إلا بالتقصير أو الحق وإن كان مفردا وقارنا فيسن له أن يتحلل حتى يجعل سعيه ويجعل طوافه وسعي يجعله عمره ثم يحرم بالحج بعد ذلك اليوم الثامن فيكون متمتعا وينظر هل الأفضل في حق التقصير سنة الأصل الحلق الأصل الحلق لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر للمحلقين ودعا لهم ثلاثا لكن كثير منهم يقول إن كان وقت الحج قريبا وشعره يتأخر خروجه فيجعل التقصير للعمرة لعله أن يدرك الحج فيكون الحلق فيه لأن الحج أفضل المسألة السالسة والستون أنه حين يتحلل المعتمر من العمرة وكذلك أيضا من تحلل وكان قد قد مفردا وقارنا لا يحرم بالحج إلا يوم التروية فالنبي عليه الصلاة والسلام أحرم يوم التروية اليوم الثامن ثم توجه بعد ذلك أيامنا وقال جابر لما جعلنا مكة برهر أحرمنا لأن عامة الصحابة كانوا متمتعين فمن كان باقيا على إحرامه يتوجه إلى مين ومن كان محلا وهو المعتمر الذي قد تحلل يحرمه كما قال جابر وهو متوجه إلى مين من مكانه الذي هو فيه ولا يؤخر إحرامه ثم يتوجه بعد ذلك إلى مين المسألة السابعة والستون أنهم يسنوا للحجاج بعد توجههم إلى ميناء أن يبيتوا تلك الليلة ليلة التاسع في ميناء وأن يصلوا بها خمسة فروق الظهر اليوم الثامن والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع وأن يصلوا كل صلاة في وقتها والمبيت في ميناء هذه الليلة سنة عند عامة أهل العلم المسألة الثامنة والستون بعدما يصبح لليوم التاسع فإنه إذا طلعت الشمس يسن أن يتوجه إلى عربة فإن تيسر الأخو أن يذهب إلى نامرة ثم بعد ذلك يصل الظهر عصر في عرنة ثم بعد ذلك توجه إلى عرفة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له ثلاثة مواقف في ذلك اليوم لكن الوقوف الواجب والوقوف الركن هو الوقوف بعرفة الوقوف بعرفة حيث تيسر له كان أفضل وإن لم يتيسر وتوجه إلى عرفة فلا باس المسألة التاسعة والستون أن الحاج يصلي أن الحجاج يصلون الظهر والعصر في ذلك اليوم قصرا وجمعا قصرا وجمعا للظهر ثم يقام لها ثم يقام لصلاة العصر ركعتان ركعتان ويسن للإمام قبل ذلك أن يخطب الناس يوم عرفة ثم بعد ذلك يؤذن للصلاة ثم يقيم لصلاة الظهر ثم بعد ذلك يقيم لصلاة العصر ويصلي الظهر أو عصر كما تقدم قصرا وجمعا المسألة السمعون كل الحجاج الذين يصلون في عرفة من أهل مكة وغيرهم الأظهر أنهم يصلون قصرا وجمعا وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول لأهل مكة وبعض فرق قال لهم أن يجمعوا بلا قصر ذاك الأظهر وهو ظهر السنة أنهم يقصرون ويجمعون كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر المسألة الحادية والسبعون أن هو كما تقدم أن هذا الحكم شامل لجميع الحجاج أنه شامل لجميع الحجاج وهذا في عرفة وهذا في عرفة وكذلك في المزدلفة في المزدلفة لكن في ميناء ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن من معه كانوا يقصروا الصلاة لكن بلا جمع في ميناء ليس فيها جمع إنما الجمع والقصر في عرفة في مزدلفة أما من في أول الأمر في مبيت الليلة التاسعة وكذلك بعد رجوع إليها من المزدلفة من يوم النحر كان يصلي كل صلاة في وقتها والظاهر أن أهل مكة كانوا يصلون معه قصرا عليه الصلاة والسلام لأنهم عادوا معه من عرفة واليوم من فيما يظهر تشبه حي من أحياء مكة فالأحوط لمن كان من أهل مكة أن يصلوا الصلاة الربعية أربعا وذلك أن منها حاطت بها مكة وكأنها حي من أحياء مكة ولأن علة القصر ليس النسك هو السفر كما هو الأظهر وكما هو الأصل في هذا الباب المسألة الثامنة الثانية والسبعون كعلى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجود بالفوائد وقد يخرج عن البحث الذي هو فيه لتعلقه تماما بما تكلم فيه ولما كان كلا في مسألة القصر بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم تم صلاتك فإن قوم سفر وأنه عليه الصلاة والسلام لم يحد السفر لا بمسافة ولا بزمان ومن في عهده لم يكن أحد ساكنا فيها لم يكن أحد ساكنا فيها فرصده من هذا أن مسألة السفر وحد السفر ظهر أدلة لإطلاق بلا حد لا بمسافة ولا بزمان المسألة الثالثة والسبعون أنه حين يتوجه الحاج إلى عرفة ثم بعد ذلك بعد الصلاة بعدما يصلي عليه يقضي عرفة ويجتهد في الوقوف في عرفة ويحتاط في أن يكون داخل عرفة لأن الوقوف عرفة ركن والحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام وأنه يجب عليه الوقوف إلى غروب الشمس يجب الوقوف إلى غروب الشمس النبي وقف عليه الصلاة والسلام حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا وأمر يأخذ مناسك قال خذوا عني مناسككم فهذا هو الواجب حتى يغيب جميع القرص ولا يجوز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس ذهب جمهور العلماء إلى أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإن كان عامله هو آثم وإن جهل الأمر أو ظن أنها غابت ولم تغب ولم يعود وجب عليه دم لكن لو عاد لا يلزمه على الصحيح إذا عاد فإنه لا يلزم على الصحيح ثم بعد ذلك يمكر ذيه حتى تغرب الشمس المسألة الرابعة والسبعون أنه يشرع للحاج في هذا اليوم يوم عرفة أن يجتهج في الدعاء وأن يكثر من الثناء عن الله سبحانه وتعالى لحاجاته العامة والخاصة والدعاء والذكر وأعظم ما يدعو به العبد هو كثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى كثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى لأن هذا هو أعظم الدعاء ولأن المثني طالب في المعنى وهذا يوم عظيم يوم عرفة ولم يرى الشيطان في يوم هو أصغر وأحقر من هذا اليوم لما يرى من تنزل رحمات وتجاوز الله وتجاوز سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده فيشرع له أن يجسهد في الدعاء ويلهج بالذكر حتى تغرب الشمس ولوقه بعرفة جائز بالإجماع لجميع حجاج حتى ولو كانت مرأة حائق أو نفس أو كان رجل جرب فإنه جائز بلا خلاة بين أهل العلم كما يصح الإحرام لأنه صح الإحرام فإذا صح الإحرام صح ما يكون بعد ذلك من واجبات وأركان ما يكون من هذه الأركان التي لا يشترط لها الطهارة المسألة الخامسة والسبعون أن الحاج إذا كان في عرفة ينظر الأيسر في حقه والنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا على راحلته عليه الصلاة والسلام حتى يراه الناس حتى يراه الناس وكانوا يسألونه صلوات الله وسلامه عليه وكان حبل المشات بين يديه فينظر ما هو الأيسر يقف راكبا يقف طائما يقف الوقوف هو البقاء هل يبقى وهو راكب مثلا راكب دابة راكب سيارة أي شيء هل هو طائب هل هو هو جالس ينظر ما يكون أعون له على عبادته وأقرب إلى حضوره في هذه العبادة والنبي عليه الصلاة والسلام وقف راكب عليه الصلاة والسلام ورفع يديه كما في حديث كما عند النساء عن نساء زيد ربي الله عنه رفع يديه ولما سقط خطام الناقة أخذه وتناوله بيده بإحدى كفيه وكفه الأخرى مرفوعة يدعو عليه الصلاة والسلام في هذا المقام العظيم وهو مستقبل قبله وموقفه اختلف فيه وذكر عن الله من جاسر رحمه الله في من سكه كلاما معناه في تحقيق قد حقق موقف النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عليه وظهر له أنه خلف جبل إيلال المشهور وجبل الرحمة وأنه كان إلى جهة الجنوب منه جهة الجنوب من الجبل وأنه خلف الجبل وكأن الجبل عن يمينه وهو إلى جهة الجنوب أقرب منه إلى جهة الشمال من الجبل وهذا هو الموقف الذي يقول الذي يتفق مع قول جابن عبد الله وكان حبل المشات بين يديه عليه الصلاة والسلام المسألة السادسة والسبعون ذكر الشيخ رحمه الله أن الاغتسال لعرفة لم يثبت شيء مرفوع لكن جاء عن ابن عمر رضي الله ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وأن الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والذي جاء من الأرسال هو غسل الإحرام والغسل دخول مكة غسل إحرام هذا جاء في أخبار تقدم الإشارة إليه وأن الغسل المقصود منه النظاف ولهذا يستعد بالغسل ويستعد ما كان من متممات إذا كان أظفاره يطول وشعره نحو ذلك يستعد منها العلم من يرى أنه هذا الغسل لو كان قد اغتسل قبل ذلك مثلا لسبب آخر ولم يكناك أمر يدعو الاغتسال فإنه قد حصل المقصود بذلك قد حصل المقصود بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي أصبح منها ثم أحرم بعد الظهر فجامع نساه وارتسل وأصبح ينضح أو ينضح طيبا عليه الصلاة والسلام وغسله لدخول مكة وهذا ثبت في صحيح البخاري ثبت في صحيح البخاري أما غسله عرفها هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت شيء من الاغتسال لأعمال أخرى كالاغتسال مثل الطواف ونبي تبوزداليفة ورمي الجمار كل هذا لم يثبت شيء من ذلك ولا أصل له ولا يشرع مثل هذا الشيء بل لا أصل له كما قال الشيخ رحيمه الله المسألة السابعة والسنعون أن عرفة كلها موقف ولا يقفي بطني عرنه وأما صعود الجبل فليس من السنة مسمى بجبل إلا مسمى بجبل الرحمة فليس في صعود ه سنة ولم يثبت شيء من هذا ويحذر مما يفعله كثير من الناس للتمسح لأحجال وهذه أمور منكرة واتصل أحياني الشرك الأكبر بحسب ما يفعل المبتدعون بما يمسحونه ويتبركون به بحسب القصد يكون عظم البدعة المسألة الثامنة والسبعون أشار الشيخ رحمه الله إلى أنه بعدما أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفة وذهب إلى المزدلفة أنه كان عليه الصلاة والسلام من سنة أنه كان يغير طريقة وكان صلى الله وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى فدخل من الثنية العليا وخرج من الثنية السهلة يعني من كدى دخل وخرج من كدى وهكذا إذا كان في عيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام واختلف في علة مخالفة الطريق على علل كثير يقول أن هذه علل ما جامت لا تتنافى فإن القول بها جميعا لا بأس بذلك لا بأس بذلك كما ذكروا في علة مخالفته الطريق في يوم العيد لكي إذا كان يمعيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام المسألة التاسعة والسبعون أنه يسن للحاج بعدما يتوجه إلى مزدلفة يتوجه برفق وطمأنينة كان النبي عليه الصلاة والسلام يمسك راحلته وكان إذا وجد فجوة النص عليه الصلاة والسلام ويقول السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع ليس بالإسراع والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه نزل كما قال أسامة رضي الله عنه ثم بال عليه الصلاة ثم توضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك أن الصلاة في المزدلفة فأخرى المغرب عليه الصلاة والسلام وصلاها مع العشاء لما وصلا إلى المزدلفة المسألة ثمانون وهي الأخيرة في هذا المجلس ذكر الشيخ رحمه الله أن بين كل مشعرين حدا ليس منهما فإن بين عرفه ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة وميناء بطن محسر والنبي عليه الصلاة قال فعرفه عن بطن عرنة ولما جاء إلى ميناء وصل إلى محسر حرك قليلا عليه الصلاة والسلام فهذه المشاعر منها ما يكون حرم وشعر مثل ميناء أو مزدلفة منها ما يعني هذه المشاعر يكون حرم وشعر ومنها أماكن ليست مشعرا ولكنها حرم مثل محسر ومنها ما ليس حرما لكنه مشعر مثل عرفاه والواجب هو الأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام في جميع ما فعل ومما فعل ما يكون ركنا ومما يكون واجبا منه ما يكون مستحبا أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يسر مورنا جميعا وأن يهدينا سواء السبيل وأن يزيدنا علما وهودا وتقى آمين منه وكرمه صلى الله وسلم وبرك على نبينا يكلم كلا وبرك Free من نبريل بان نبريل عم LIKE